بسم الله الرحمن الرحيم تمكن العلماء من التقاط صور عالية الدقة بواسطة الأقمار الاصطناعية لأنصاف دوائر تتشكل على سطح المحيطات وبعد دراسة طويلة تبين أنها نعكاس للأمواج العميقة في أعماق البحار على عمق أكثر من ألف متر ولذلك فقد أرسل العلماء كاميرات متطورة إلى أعماق المحيط واكتشفوا وجود أمواج عاتية يبلغ ارتفاع الموجة أكثر من خمسمائة متر سبحان الله وهكذا قرر العلماء حقيقة علمية جديدة تؤكد وجود أمواج عميقة أعنف من الأمواج السطحية بعشرة آلاف مرة هذه الحقيقة ليست جديدة على القرآن الكريم فقد أشار القرآن إلى وجود موج من فوقه موج وذلك قبل أكثر من أربعة عشر قرنا يقول تبارك وتعالى أو كظلمات في بحر لجي أي عميق يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فالآية هنا تتحدث عن موج عميق من فوقه موج سطحي والسؤال من الذي أنبأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأمواج العميقة وهو لم يركب البحر أبدا لا نملك إلا أن نقول سبحان الله